هذا يسأل عن شرح لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء رواه مسلم هذا الحديث حديث صحيح لإسناد يتعلق بالحلية وهي ما يلبسه الإنسان من ذهب ونحوه والمراد وصف حال المؤمن يوم القيامة يوم يرد على رب العزة والجلال فإنهم يوضع عليهم من أنواع الحلي الشيء الكثير وما كان من أعضاء الوضوء فإن الحلية توضع عليه ومن ثم فإنه يحكم بأن الحلية من ذهب ونحوه يوضع على أعضاء المؤمن المتوضع وأما غسل ما زاد عن محل الفرض فإنه لا يعد غسله من الوضوء فلو غسل رجليه إلى نصف ساقيها وغسل عضده في الوضوء وقلنا هذا المحل ليس من محل للوضوء وبالتالي لا يصدق عليه بأنه يوضع فيه حلية يوم القيامة